موسيقى السلام عليكم راح اشرح بهالمقطع الشابتر السابع من مادة البيوكيميستري واللي هو تكلم في بدايته عن فيتامين بي سيكس فهنا في السلاعدة الاولى ذكرنا ان الاسم الكيميائي لفيتامين بي سيكس واللي هو البايروكسين البايروكسين واللي هو عبارة عن او البي سيكس عبارة عن واتر سيلي بالبيتامين مثل ما تعلمنا من قبل ويكون موجود بشكل طبيعي في بعض الاكلات وممكن بعد يكون موجود في بعض السابلمينت عشان نقيس مستوى البي سيكس في الدم او مستوى البي سيكس في الدم فنحتاج اننا احنا نسوي تحليل حق انزيم معين الانزيم هذا اسمه بايروكسينال فايف فوسفيت او كاختصار له بي ال بي هذا الانزيم او يعتبر كاكو انزيم اللي هو انزيم مساعد يحتوي على عدة فيتامينات يوصلونها يحتوي على عدة انزيمات الانزيمات هذه توصل الى مية انزيم ولها عدة وظائف منها انها برايكينج داون بروتينز والكاربز والفات وبرضو مينتيني نورمال ليفلز او هوموس سيستين واللي هو عبارة عن نوع من انواع البروتينات اللي لو ارتفع في الجسم ممكن يسوي لخبطه وممكن يسبب بعض الامراض بالاضافة الى انه له عدة وظائف في المناعة هنا بالنسبة للRDA مو مطلب مننا ان نحن نحفظ اي ارقام لكن المفروض ان احنا نعرف ان البراغننتومن واللكتايتنجومن يحتاجون كميات اكبر من الفيتامين بي سيكس هنا بعد شرح لنا ان الفيتامين بي سيكس له عدة وظائف وعدة اشياء متعلقة بالهلث او بالصحة منها انها تساعدنا في disease prevention او انه يحمينا من عدة امراض وبرضو ممكن يساعد في التريات منت من النوسية بالنسبة للمرأة الحامل بس ان في هالحالة ما يصير انه تجي لنا المرأة الحامل وتاخذ اي كمية او اي سابلمنت فيها فيتامين بي سيكس لا المفروض ان هالشي يكون تحت مراقبة الفيسيشان او تحت مراقبتنا احنا بالاضافة الى ان الفيتامين بي سيكس ممكن يساعد في انه يسوي لاورنج للريسك اوف كانسر او يقلل من السلطانات وفي الاخير قال لنا ان البي سيكس سابلمنت طبعا ما يحبذ ان احنا ناخذها على شكل سابلمنت لا المفروض ناخذها بشكل طبيعي من الاطعمة هنا تكلمنا عن الهومو سستين واللي هو عبارة عن نوع من انواع البروتينات واللي سبق ذكرنا ان لو ارتفعت كميتها في الجسم فممكن يسبب بعض المشاكل 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 هذه متحلقة بالجهاز الدموي فمثلا ممكن يسبب هرد ديزيز او ممكن يسبب استورك ممكن يسبب او يأثر على البلود فيسلز اللي هي الاوعية الدموية ممكن يسبب كلوت اللي هي جلطات بالاضافة الى انه يسبب في انه يرفع كمية الافقار او الفري راديكالز اللي هي اللي تسبب الاكسوداتيب سترس فاللاك او نقص الفيتامين بي سيكس ممكن يسبب الى ان هذا البروتين يرتفع ويسبب هاد المشاكل اللي ذكرناها فوق كلها هنا بعد قال لنا ان البي سابلمنت او اللي هي البي كومبلك سابلمنت واللي هي بدورها تحتوي على الفيتامين بي سيكس ممكن تقلل من كمية هذا البروتين هنا بعد يقول لنا ان الفيتامين بي سيكس ممكن يساعد في وظائف الدماغ بس ان وظائف الدماغ برضو ممكن تتأثر بكمية الهوموسستين العالية لو كانت مرتفعة في الجسم فباختصار بي سيكس ممكن يخفض هذا البروتين عشان يحمي الدماغ ولو هالبروتين ظل مرتفع مستوى في الجسم فممكن يسبب لنا خرف والزهاي ما ممكن يسبب كالجينتف لسلاين هنا بعد ذكر لنا ان البي سيكس ديفيشنسي ممكن يكون اسوسييت او لاح علاقة باصابتنا بالكورونيك انفلميشن ممكن يكون لاح علاقة بالكانسر او بالسرطان فهنا في النقطة الاولى قال ان لو اخذنا بي سيكس بكميات كافية من الاطعمة ونركز ان احنا لازم ناخذها من الاطعمة في له وظيفة او فانكشن في انه يقلل من اصابة بالسرطان من خلال الى انه يقلل بالتالي راح يقلل الاكسودياتف سترس الاكسودياتف سترس الاكسودياتف سترس اللي هو السبب الاساسي اللي تكوين لتيومور او السرطان تمام فلما يقل الاكسودياتف سترس فما راح يكون عندنا سرطان او راح تقل نسبة اصابة بالسرطان وذي كلها من مهام الفيتامين بي سيكس هنا بعد الفيتامين بي سيكس ممكن يساعد في الوقاية وانه الترياتمنت في النوسيا او الغثيان اللي يجي في وقت البراغنانسي او في فترة الحمل وفي نوع من انواع الغثيان اسمه هايبراميسيس غرافيدروم وهو عبارة عن نوع خطير من الغثيان اللي يخلي المرأة الحامل ما تاكل ولا اي شيء وهالشي بعرضها للهوسبتاليزيشن او انها تتناوم في المستشفى بسبب الديهايدريشن او الجفاف فهنا عرف لنا هذه الحالة واللي هي عبارة عن سيفير نيوسيا او اللي هي نيوسيا اللي ممكن تعرض المرأة الحامل حتى للخطر او حتى الوفاء او فقدان الجنين فتعتبر جدا خضرة وطبعا هذه الحالة لها عدة اعراض منها الفوميتينج اكثر من اربع مرات في اليوم وديهايدريشن او اللي هو الجفاف مثل ما ذكرنا او فقدان السوائل ممكن بعد نلاحظ ان المرأة في هالكنديشن هذي بتكون ديزي او تكون كلها دائخة بالاضافة الى انها تخسر من وزنها هنا بعد عندنا بعض الاطعمة اللي تحتوي على الفيتامين بي سيكس ومهم ان احنا نركز على هذي تحديدا واللي هي ان الداركلي فيه جرينز او الاوراق الخضراء الباناناز والاورانج هذي كلها تحتوي على الفيتامين بي سيكس هنا بنبدأ نتكلم عن الفيتامين بي ديفيشنسي طبعا الفيتامين بي ديفيشنسي مرتبط بباقي فيتامين بي كومبلكس يعني لما تكون مثلا الفيتامين بي وان و بي تو وخصوصا بي تولف والفولك اسد كلهم منخفضين فبي سيكس راح يبدأ ينخفض معاهم هنا ذكرنا في النقطة الثانية ان الميلد ديفيشنسي او اللي هو نقص فيتامين بي سيكس الطفيف او الخفيف اللي ما يكون بنسبة كبيرة ممكن يكون no symptoms او ما فيه اعراض له بس السيفير او لما نيوصل لحالة خضرة او لحالة متقدمة ممكن يكون له اعراض منها اللي يكون fusion وهذي لازم نركز عليها مهمة واللورج منيوتي هنا ذكر لنا الريسكي جروب اللي ممكن يتطور عندهم او يصير عندهم فيتامين بي سيكس ديفيشنسي واللي هم الباشنس اللي عندهم كيدني ديزيز او امراض في الكلا بالاضافة الى الباشنس اللي عندهم امراض في الامعة مثل السيليك ديزيز ابرضو الانفلمنتري ديزار ديرز مثل الريماتويد اريثيرتيز والكحولزم يعتبر انحين خلصنا من الفيتامين بي سيكس نجي انحين على الفيتامين بي ثري بالنسبة للفيتامين بي ثري هو نفس الشي وترسل بالفيتامين او فيتامين ذائب في الماء ممكن يكون موجود في بعض الاطعمة او الاطعمة اللي مدعمة بالفيتامين بي ثري بالاضافة الى ان يكون موجود في السيبليمنت او المكملات الغذائية وفي السيبليمنت يكون موجود على صورة مركبين المركب الاول واللي هو نيكوتونيك اسد والمركب الثاني واللي هو نيكوتيناميد تمام؟ هذول المركبين مثلا لو شارينا سبليمنت وليقينا انه مكتوب واحدة من هالثنتين فاحنا دايركتين عارف ان هذا هو فيتامين بي ثري برضو هنا في النقطة الاخيرة قال ان البادي اوصو كان كونفرت ترايبوتوفان واللي هو عبارة عن امينيو اسد الى فيتامين بي ثري هنا في السلايدة بعد ذكر لنا بينما ان النياسين او الفيتامين بي ثري يعتبر كووتر سيليبل فيتامين فهو باختصار مثلا لو اكلنا اكل في فيتامين بي ثري زيادة عن احتياط جسمنا فالجسمنا باختصار راح يتعمل معاك انه ماء فياخذ الكمية اللي جسمنا يحتاجها والكمية اللي ما يحتاجها تخرج من خلال اليورين النقطة الثانية وهي نقطة جدا مهمة واللي هي ان النياسين او الفيتامين بي ثري يعتبر ككو انزايم او كانزيم مساعد ويحتوي على عدة انزيمات اخرى يحتوي على انزيمات عددها 400 انزيم وهذه لها عدة reactions او لها عدة functions منها convert nutrients into energy واللي هو يحول الاغذية الى طاقة وcreate cholesterol and fat create and repair DNA extract antioxidant effect او اللي هي مضادات الاكسادة هنا بعد في هذه السلايدة او النقطتين مهم من احنا نفهمهم واللي هو ان النياسين وحدة القياس حقتها اللي هي الميلي جرام والميلي جرام هذا في له وحدة ثانية مرادفة لها او مساوية لها واللي هي الني فمثلا في السلايدة السابقة جبنا طاري للترايبوتوفان واللي هو انه يقدر جسمنا يحول من ترايبوتوفان الى فيتامين بي ثري هو يعني من اساس مو فيتامين ثري لكن الجسم يقدر يحوله الى فيتامين ثري فالميلي الواحد من فيتامين بي ثري او النياسين يساوي 60 ميلي جرام من ترايبوتوفان يعني لو اكلنا 60 ميلي جرام من ترايبوتوفان فجسم راح يحول هالكمية ال60 ميلي جرام كاملة الى 1 ميلي جرام من فيتامين بي ثري اما هذه النقطة فهي غير مهمة بس للقراءة وهنا بدأ يذكر لنا دور الفيتامين بي ثري على صحتنا واللي هو مهم في الحماية من الامراض مثل الفيتامين بي سيكس او نفس وظيفة الفيتامين بي سيكس واللي هو يركز على انه يحمينا او اسوسييتد وذ كاردو فاسيكولر هلث والكوجينياتف هلث هنا ذكرنا اثر فيتامين بي ثري على الكاردو فاسيكولر هلث او على صحة او تأثيرها على صحة الجهاز الدوري فمثلا هنا لو اعطينا النياسين in the form of nicotonic acid nicotonic acid هو واحدة من الفورمز او واحدة من اشكال النياسين او الفيتامين بي ثري فلو اعطيناهم للبيشنت اللي عنده ديسليبيديميا ممكن هالبيشنت يتعرف انه يتحسن وممكن يكون بترييتد طبعا الديسليبيديميا هو باختصار عبارة عن مرض متعلق بالجهاز الدوري الدموي ممكن يسبب في ارتفاع الدهون الضارة في الدم وبرضو ممكن يكون متعلق بعدة امراض اخرى منها الكوروني ارتري ديزيز والهيرت اتاك والستورك له عدة سمتومز او لما البيشنت يكون مصاب بالجسليبيديميا فبنلاقي عنده ارتفاع بالLDL واللي هو الباد كيلستورول والHDL عنده بيكون منخفض واللي هو القود كيلستورول وبنلاقي عنده ارتفاع في التراجل سرايت هنا بعد فالسلايد اذكر لنا تأثير البيتامين بي 3 على الكوجينتف هالث فمثلا هنا في هالنقطة قال لنا ان اي خلل في كمية النياسين او البيتورف اللي احنا ناخذها ممكن تأثر بشكل سلبي على البرين فمثلا لو عندنا بيشنت في سيفير نياسين ديفيشنسي او نقص حاد في الفيتامين بي 3 فهالشي بيأدي الى الكوجينتف ديسنين مثل ان يصير لهموموريلوز او فقطان الذاكرة والخرف هنا بعد في النقطة الثانية قال ان النياسين يستخدم فيه يعني في حالة ما كنا في سيترس او في حالة مثلا تعرضنا للحادث فالبرين راح يكون محمي بالفيتامين بي 3 هنا نجي للسورسز حق الفيتامين بي 3 واللي هو ذكر لنا ان الفيتامين بي 3 موجود في اغلب الاضعمة عشان هالشكل الديفيشنسي حقه الزرير يعني نادر ما نلاقي احد مصاب بالديفيشنسي او فيتامين بي 3 الا تقريبا الاشخاص اللي يكون عندهم مجاعات او البلدان اللي فيها مجاعات راح نلاقي الفيتامين بي 3 في عدة اكلات منها البولتري او الدواجن والفش وهنا عندنا تعريف البولتري واللي هي البيتز او الطيور اللي تنتج لنا الايكس طبعا هنا تعريف الدواجن مهم والسلايدر بشكل عام كلها مهمة هنا بعد المهم ان احنا نفهم اول نقطتين واللي هم ان مثل ما ذكرنا من قبل النياسين او فيتامين بي 3 يكون موجود في السبلومنت على شكل النيكتونيك اسيد والنيكتيناميد بالنسبة للنقطة الثانية واللي هو انه السبلومنت بشكل عام ما نفضل ان احنا نستخدمها مع المرضى لانها ممكن يكون لها سايد افكت النقطتين هذولا يعني بس للقراءة طيب هنا عندنا هذه السلايدة جدا مهمة واللي هي النياسين ديفيشنسي طبعا مثل ما قلنا هو الديفيشنسي حقيه تبرير او نادر ما يصير سواء في اليونيتد استيت او بشكل عام لان النياسين موجود في اغلب الاطعمة والمولتي فيتامينز سبلومنت وهنا ان كيس اوف جانا بيشنس عنده نياسين ديفيشنسي فهو معرض للاصابة بمرض البلاريجيا واللي هي عبارة عن مرض يتسبب بعدة اغراض منها الدارك والراشي سكن بالاضافة الى ريدنس اوف دي تانك وممكن يتسبب في بعض المشاكل في الجهاز منها الدياريه والكونستيباشن هنا بعد عندنا اعراض للديفيشنسي حق الفيتامين بي ثري واللي هي الديبريشن او الاكتئاب الهدج الفتيج والماموريلوس والهالوسينيشنز الهالوسينيشنز اللي هي بالعربي الهالوسة اللي احنا نعرفه واللي هي الفاصل بريسيبشنز او انه يصير المرض يتخيل اشياء ماهب موجودة طيب هنا نجي للسكي جروب بيبل اللي يكونون معرضين للاصابة بالفيتامين بي ثري ديفيشنسي واللي هم الاشخاص اللي عندهم اللمدة دايت او الاشخاص اللي يعيشون في developing countries واللي فيها مجاعات غالبا developing countries تستخدم الذرة او الكورن كمصدر اكل رئيسي يكون نرخيص فهنا يعتبر الكورن مو مصدر من مصادر فيتامين بي ثري فبالتالي هم معرضين لنقص فيتامين بي ثري من اجسامهم بالاضافة الى ان people who eat foods with less amount of vitamin B3 are at risk يعني حتى مثلا الاشخاص اللي مموجودين في مجاعة لكنهم ما يأكلون الاطعمة اللي تحتوي على فيتامين بي ثري فممكن يكونون معرضين للاصابة بال فيتامين بي هنا بعد عندنا الكوحولزم او الاشخاص اللي يشربون الكوحول فبرضو معرضين لانهم يكون عندهم فيتامين بي ثري لانهم بشكل عام جسمهم ما يمتص فيتامين بي كومبلكس يعني كل فيتامينات بي ما يمتصها بسبب الكوحول واخر رسكي جروب فالسلايدة واللي هو الكارسينويد سندروم واللي هو السندروم او المرض اللي يسبب في اللي جروينج حق الكانسوريوس سلز واللي هو الخلايا السرطانية والخلايا السرطانية راح تزيد من المادة اسمها السيروتونين وسيروتين راح يقلل الابسوربشن حق النياسين هنا نجي للتوكسيسيتي واللي هو ممكن تحدث بسبب الاستخدام المدى للمدى الطويل للسابلمنت او لما نستخدم سابلمنت لفترة طويلة فممكن يصير عندنا فيتامين بي توكسيسيتي فالاعراض هذه لو كان عندنا بيشنت مصاب بالفيتامين بي توكسيسيتي او التسمم بسبب الفيتامين بي ثري فهنا راح يكون عندها ردنس سكن او خينقل عنها جلد محمر وتنقلنج او ان يحسي اللي في وخزات في وجهه او يعني زي اللي يحس انه في شي قرصة بالاضافة الى الارمز والشست او برضو هنا ممكن يصير معرض للفلاشنج او اللي هو او اللي هو يعني يكون جلده او كأنه متحسس بسبب اللي اللي يوصل عندها بي ثري الى كمية ثلاث الاف الى تسعة الاف ميلي جرام في الدي يعني ياخذون هالكمية خلال اليوم الواحد فهذولا معرضين للانفلميشن اوف ليفر او عدوى في الكبد هنا نجي للنيوترينت ثاني واللي هو السيرتوينز السيرتوينز مهم من نحن نعرف عنه انه من الفامالي بروتينز يعني يعتبر نوع من انواع البروتينات والنسبة لهذول النقطتين بس قراءة طبعا هنا ذكرنا عن كيف اكتشفوا هذه المادة اللي هي مادة السيرتوين واللي هي لقوها كمكون اساسي يستخدم في الكودينج حق الجينات تمام فلقوا ان السيرتوينز موجودة في عملية تكويد الجينات اللي موجودة في جسمنا بالتالي اطلقوا عليها اسم او هذه المادة اللي تكويد الجينات اطلقوا عليها اسم السايلنت ميتنج تايب الفورميشن 2 عددها لك اللي موجود في هالسلايدا قراءة بس المهم ان احنا نعرف هالمعلومة هذي هذه السلايدا بعد بس للقراءة هنا نجي على عاقة السيرتوينز والفيتامين بي 3 مع بعض يعني كيف او شنو دورهم مع بعض يرتضوا مع بعض في الحفاظ على صحتنا اول شي السيرتوينز يعتبر كأنتي ايجينج بروتينز واللي هو انه يعتبر كمضاد شيخوخة او يساعد في اللونجفتي او انه يخلينا نعيش لفترات اطول بالاضافة الى انه مهمته الثانية واللي هو انه مسؤول عن الان ايدي الان ايدي واللي هو نوع ثاني من انواع الفيتامين بي 3 ولكن له يونيك او له وضائف اخرى منها مثلا انه يعتبر كمصدر طاقة او انه يساعد الجسم في انه يكون عندها فيول او زي ما يقولون انيرجي او انه يساعد في انتاج الاتب فالسيرتوينز واللي هي تساعد في انتاج الان ايدي فلو صار فيه ديس لاين او لو صار فيه سيرتوينز ديفيجينسي ممكن يتأثر او تقل كمية الان ايدي في جسمنا طيب كيف نزيد كمية الان ايدي من خلال عنصرين او مادتين واللي هم النيكتوني اميد والنيكتونيك اسيد واللي هم عبارة عن الفيتامين بي ثري يعني الفيتامين بي ثري يساعد في زيادة كمية الان ايدي ومثل ما ذكرنا في النقطة الاخيرة الان ايدي واللي هم عبارة عن يونيك برومبوريتيز از فيتامين بي ثري يعني يعتبر فيتامين بي ثري بس يؤدي وظائف اكثر من كونه فيتامين مثل ما ذكرنا مثل من قبل انه مهم على انه يكون كمسطر طاقة في جسمنا وهنا اخر شيء ذكر لنا اللي هو اختصار او معنى اختصار الان ار واللي هو النكتوني اميد رايبوسايد طبعا هذه السلايدة كلها تعتبر السلايدة مهمة و لازم نركز عليها في المذاكرة اشتركوا في القناة